تابعنا مع بعض وشفنا التقرير اللي بيكلم قد ايه الدولة المصرية اهتمت بشكل كبير بانشاء مدن الجيل الرابع وتم تنفيذها على اعلى مستوى عشان كده شفنا مؤسسات عالمية متخصصة اشادت بيها اكدت المؤسسات دي انها اعادت تشكيل الخريطة الاقتصادية لخدمة طموح المواطن المصري ده حي خلينا نسأل ازاي ممكن مدن الجيل الرابع تساعدنا ان احنا نطبق خطط التوسع العمراني ازاي ممكن تحل مشكلة الكثافة السكانية المتزايدة ازاي نقدر نحل من خلالها مشكلة الاسكان هل الدولة المصرية لما لجأت للتوسع في انشاء هذه المدن كان عندها خطة استباقية لكتير من المشكلات اللي بتواجه المدن القديمة او اللي موجود فيها ناس كتير دي اسئلة حنقدر نجاوب عليها دلوقتي مع ضيفنا في الستوديو الدكتور سعيد حسنين استشاري التخطيط العمراني اهلا وسهلا دكتور مرور سبح الخير عليك دكتور دكتور الدولة المصرية لجأت لانشاء مدن الجيل الرابع في مختلف محافظات مصر يمكن عندنا اكتر من 14 او حوالي 14 مدينة ليه اولا احنا عندنا في زيادة سكانية بتتم في الوقت الحالي حوالي تقريبا 2 مليون مواطن كل سن الكلام ده المفروض ان احنا فيه توجهات ان احنا نحاول نعمل لهم سكن ملائم ومكان كمان مخدوم خدمة متكملة بحيث ان هو يقدر يحسن من حياة المواطن في هذا الموضوع ويوفر له جودة حياة فيه داخل المكان اللي هو هيعيش فيه عشان كده كانت فكرة المدن الجديدة انها لابد انها تكون اولا فيها عناصر جودة الحياة المتكملة في هذا الموضوع رقم اتنين وده يمكن ظهر اكتر اوي بعد مؤتمر المناخ اللي تم هو موضوع تعامل هذه المدن مع المناخ وتدوير المخلفات وكل التفاصيل الموجودة اللي هي بتأثر موجودة حتى استخدمات الطاقة فبالتالي المفروض ان تكون المدن الموجودة المدن الجديدة دي لابد انها تكون متوافقة مع الترند العالمي او التوجهات العالمية في مقاومة المخاطر ومحاولة التقليل المخاطر البيئية قدر المستطاع وده اللي تم مراعاته استباقيا اثناء ان شاء وده تم طبعا مراعاته بصفة قوية جدا ويمكن هنتكلم بعد كده فيها لو اتكلمنا عن الاقتصاد الاخضر لكن احنا بنحاول نوفر معايير مكتملة بحيث انها تدي للمواطن جودة للحياة وتوفر السكن الملائم ليه بخدمات مناسبة طيب دكتور سعيد احنا عندنا رحلة كبيرة جدا مع الانشاءات منذ السبعينات وحنا عندنا الجيل الاول الجيل الاول اعطا في نهاية السبعينات وبدأت التمينات اه تحولت الى عشوائيات وبعد جيل التاني والتالت وافتقد للخدمات او يعني ما كملتش المباني وما كانش فيه خدمات فاصبحت طردة للسكان بدلا ما تبقى جاذبة للسكان حتى وصلنا للجيل الرابع ده نتكلم عن مدن زكية ومستدامة دي عايزين نوضحها للناس برضو طبعا هو كان الاجيال الاولى من المدن الجديدة كانت بتتعامل على اساس توفير سكن مناسب للمواطن المصري بحيث ان هو يحاول قدر المستطاع يمنع موضوع العشويات فكان الاساس في هذا الموضوع هو توفير سكن اقتصادي وبنسبة كبيرة جدا في هذه التجمعات مع الوقت ومع السلوك البشر اللي كان موجود ففعلا حصل نوع من التدمير ليه بعض المنشآت اللي كانت موجودة وإيه الخدمات اللي تبقى موجودة وزيدة الضغط على المرافق فبالتالي بدأ يكون فيه مفهوم جديد ليه التعامل مع هذا المواطن ان لابد من تحسين الاول سلوكه وده نتيجة بل بوسطة العمران اللي هيتب طبعا مع ظهور كمان مخاطر البيئة وبدأة العمران تحسين سلوكه من العمران طبعا لانه هو طبعا فيه تأثير متبادل ما بين الانسان والعمران اللي موجود النهاردة فعلا احنا الانسان بيعمل مدينة عشان خاطر تبدأ ان هي تتوافق معاه وفي نفس الوقت العمران بيأثر على سلوكه المواطن وبالتالي بيحصل تطوير في هذا العمر خلينا نشير ان سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بيفتتح صباح اليوم مدينة المنصورة الجديدة وجمعة المنصورة الجديدة وحيتفقد سيادته قرية الحصص بمركز شربين احدى قرى مبادرة حياة كريمة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح ان مدينة المنصورة الجديدة اللي بتتوسط محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط موجودة في اطار مجموعة من المدن الذكية الجديدة التي شرعت الدولة في تشيدها على امتداد رقعة الجمهورية وبتعتبر احد شرايين التنمية في ساحل مصر الشمالي عايزين نقول كمان بتحتوي على مجموعة او على جميع المرافق والخدمات من مناطق حكومية واسواق ودور عبادة ومناطق ثقافية وطرفهية ومناطق خاصة بالمطاعم وحضائق مركزية باطلالة على ساحلية على البحر المتوسط بطول حوالي 15 كيلو متر شكل مختلف وحياة مختلفة بيتم تقدمها للمصريين بمختلف فئاتهم وبمختلف امكانياتهم المادية صحيح صحيح بشكل مختلف بيتقدم للجميع ليست المدن الجديدة حكرا على طبقة مادية واحدة لا طبعا ولا محافظة معانا اولا نشر المدن في ربوع المحافظات المختلفة ده كان من ضمن السمات الاساسية للعمران المصري الجديد اللي هو ببير موجود خلينا نتكلم على موضوع الاستدامة وموضوع المدن الخضراء اللي هو يعني تقريبا بتتصف بيها مدن الجيل الرابع والمفروض بناها تكون موجودة احنا النهاردة فيه تغيرات حصلت في التكنولوجيا بشكل كبير جدا وبدأ حتى الانسان المصري بما فيهم الفئات السنية المختلفة بيبدأ من الاطفال اللي هما من سنة 3-4 سنوات لحد ما منوصل لكبار السن وكل ده بدأ ان هما يستخدموا التكنولوجيا بشكل كبير النهاردة لابد ان انا اتوافق مع استخدامه من هذه التكنولوجيا فبالتالي لابد من عمل مدن زكية في العمران المصري اللي موجود عندنا زائد كمان استغلال الوفورات القوية جدا في مصر ومنها انتشار الاراضي بمسطحات كبيرة جدا في الصحراء فبالتالي لابد ان انا استخدم هذه الوفورات ان انا اولا احاول امنع التعادي على الاراضي الزراعية فبالتالي انا وفرت لك خلاص ووفرت لك بمعايير مختلفة تقدر تفيدك وفي نفس الوقت انا بسندك في دعم المادي لو انت غير قادر خاصة في السكن الاجتماعي او ما شابه وبحاول ان انا قادر امكان اوفر لك حياة جيدة جدا بمقومات قوية فيها رفاهية معينة للانسان اللي هو من المستوى المتوسط ومن المستوى فوق الفخر وفي نفس الوقت انا باخد منك نظير هذا الموضوع وبحاول اعوض الناس اللي هم فيه الاسكان الاقتصادي يعني عملية متبادلة اقتصاديا بتبقى موجودة طبعا الكلام ده كان لابد ان هو يتم على المحافظات اللي هي ممكن تكون لها ظهير صحراوي بشكل سلس جدا لكن طب المحافظات اللي هي ليس لها ظهير صحراوي وكيفية التعامل معها شكله ازاي فبالتالي بنجد مثلا حاجة زي الاهلية نجد المنصورة الجديدة فبدأت ان هو يتم استغلال حتى بعض المناطق اللي هي موجودة محتاجة بس شوية معالجات باية شوية وبعدين تبدأت تتمقف الحقيقة هي تمت في المرحلة الاولى وبنتكلم على 11 الف وشوية وحدات سكنية تم توفرها من ضمنهم سكن اجتماعي وسكن متوسط بيك وميع الفئات طبعا بالمشاركة الكاملة مع القطاع الخاص والمطورين العقرين وده شيء مهم جدا ان ما فيش اي دولة تستطيع ان هي تنفذ لوحدها هذا الموضوع فكان طبعا الدور الحوكمة ودور الادارة في هذا الموضوع انك انت تبقى في تسقاط بتقوم بيها الدولة ومهم بتقوم بيها الدولة وفي نفس الوقت بتدي فرصة للمستثمر ان هو يستثمر في هذا المكان بحيث ان هو يتكسب منه ويبدأ ان هو يبيع فبالتالي اصبحت الادوار موجودة ومعروفة وكل واحد بيقوم في المدن الجيل الرابع ده بالمهم بتاعته الاساسية ده معناه كمان افندم ان هذه المدن لها وظيفة كمان للمستثمرين خارجيا مش داخليا فقط طبعا انت النهاردة مش فقط بس اللي بيستثمر هنا هو فقط المستثمر المصري انت النهاردة العرب طبعا بيشاركوا بقوة جبيرة جدا لدرجة ان هو كان فيه احد الاشخاص اللي هم زملائلية كان فيه احد الاشقاء في دولة تونس كان طلب قال لي انحنا محتاجين قطعة ارض تكون موجودة ونعملها بالشراقة مع الدولة المصرية فبالتالي هو فيه طلبات اصلا للإستثمارات اللي تبقى موجودة عندنا ده زائد كمان ان طبعا بدأ الترند العالمي ان هو ما ينفعش ان فيه شركة لوحدها تقدر انها تتعامل مع العقار وخصوصا المشروعات الكبرى بتاعت المدن الجديدة يعني فبالتالي اصبح ان انا عندي وفرات معينة فيه طاقات معينة بشرية وانت عندك وفرات فيه طاقات معاناة اجهزة وما شابه والدولة مثلا عندها اراضي بطريقة معاناة فبيبطلع موضوع الشراقة في التطوير العقاري بحيث انهم بطاقينوا في هذا الموضوع وده برضو فكر من فكر التعامل مع مدن الجيل الرابع اللي موجود زي ما قلنا ان هو مدينة زكاية بتبقى موجودة لابد انها تقلل المقاطر البيئية قدر المستطاع وفي نفس الوقت تفيد المواطن انها توفر له جودة وعناصر جودة للحياة لو اتكلمنا عن مدن الجيل الرابع بالتطبيق على المنصورة الجديدة بذات النهاردة احنا كنا عارفين ان الاسعار يمكن فيه المنصورة نفسها كانت اسعار العقارات كانت ارتفعت بشدة هل ده ساعد في انها تحل مشكلة الاسكان المنصورة الجديدة يعني خلينا نقول انه هو فيه بعض المشاكل طبعا بتتم بين اللي هو حكاية اللي هو العرض والطلب بالنسبة لي الاسكان اللي موجودة عندنا احنا النهاردة لا نستطيع ان احنا نقول ان احنا نقدر نوفر كل نوعيات الاسكان الا بدعم مادة لبعض الفئات المختلفة وده فعلا بتقوم بيها الدولة يعني النهاردة لما نيجي نقول وليكن يعني الشقة اللي هي للاسكان الاتباعي بتتكلف تقريبا 250 ألف ده طبعا باستثناء ان احنا طبعا الارض لا تحسب والكلام لكله فبالتالي لما نيجي نقول ان هو المواطن اللي هو البسيط هل هو هيقدر يوفر قد ايه فبالتالي اما ندينه بالتمن اللي هو المتين وخمسين الف ده بس على فترات زمنية معاناة اما ندعم الشخص نفسه بحيث ان هو يقدر يوفر او ندينه سبيل زي مثلا موضوع الرهن العقاري او يعني اي شيء بالتعامل العقاري مع الموجود يقدر يتعامل بالمواطن ويقدر يحصل على شقة بسعر مناسب او يتناسب مع الدخل بتاعه تمام ده عظيم جدا طيب احنا عشان ننشئ مدينة من الجيل الرابع هل اختيار الموقع لهذه المدينة عامل من العامل المهمة لانشاء مدينة ولا احنا بنعتمد فقط على المساحات المتوفرة خلينا نقول ان بيبقى لها الشروط الشرط الاول مثلا زي ما قلنا وليكن اليوبية لها ظهير صحراوي اللي هو موجود اللي هو الخنكة واللي تعمل فيها العبور واحد والعبور اتنين كمدن جديدة ومن ضمنها مدينة من ضمن مدن الجيل الرابع اللي هو العبور الجديدة او العبور اتنين طبعا اول حاجة ان هي بعيدة عن الاراضي الزراعية او بعيدة عن المقدرات البشرية اللي هي موجودة واللي تعتبر مهمة جدا في الوقت الحالي اللي هما ستة مليون فدان ويمكن زادوا تلاتة مليون تاني بالاصلاح الزراعي فبالتالي رقم واحد اللي يكون بيدانهم ثانيا يكون الارض نفسها صالحة للبناء عليه ثلاثة يكون لها قابلية للوصول يعني بيكون فيها اكسسابيليتي او اللي هو اتصالية عالية بيها فبالتالي لابد من توفير بعض شبكات الطرق اللي بتبقى موجودة وبعدين ابدأ اشوف اذا كانت فيه خدمات محيطة بيها ولا لا الفرات البيئية اللي هي موجودة حواليها هل ممكن تقدر توفر فرص عمل للسكان اللي هيقتنوا هذا الموضوع النهاردة فيه شروط لازمة انك انت تحاول توطن تقريبا 80% من فرص العمل في داخل المكان اللي موجود عندك شرط مش يعني مش شرط هو طبعا شرط عرفي لكن انا بتكلم ان في الاساس فيها لابد من توفير فرص العمل قدر المستطاع بما لا يقل عن 80% من فرص العمل تبقى موجودة هنا فلو احنا وفرنا هذا الكلام اولا احنا بنوفر فيه الانتقالات بنوفر في الطاقة بنوفر فيه البنزيم والوقود وما شابه الموجودة بنوفر طبعا في المخاطر التي تبقى موجودة نتيجة للتلوث البيئي طاقة البشر نفسهم طبعا كاملة كلها وطاقة البشر استغلال للوقت لانك انت لما تيجي تعمل فيه مدن الجديدة بتعتمد مثلا على حاجة اسمها 15 منت سيتي او اللي هو مدينة الخمستاشر دقيقة مدينة الخمستاشر دقيقة دي بمعنى ايه ان انا لو انا موجود في حد معين وانا يعني عايز اتماشى فاتماشى في خمستاشر دقيقة لو انا عايز اروح مثلا للمدرسة السنوي او عايز اشتغل في مكان ابعد سنة فبركب بايسكيل ولا حاجة دراجة هوائية واروح للمكان الموجود او انا محداك فكل ده المفهول ان هو بيتم في 15 دقيقة وبيحاولوا قدر المستطاع ان هما يطبقوه في المدن الجديدة بشكل عام النهاردة مصر تحملت مسئولية كبيرة جدا بعد مؤتمر المناخ اللي تم النهاردة انت بقيت دولة مسئولة العالم كله بيبصلك فبالتالي احنا عارفين ان المدن هي اكتر عناصر ممكن تسبب المقاطر البيئية اللي موجودة في العالم والتلوس البيئي اللي بيحصل والانحدرات اللي بتحصل بيئيا كلها بتتم اولا عن طريق المدن يمكن الكرة يبقى ليها اقل شوية لان هي بيئية اكتر شوية فبالتالي النهاردة لو مصر ما استخدمتش هذا الموضوع وبدأت ان هي تظهره للعالم كله وتظهر الموضوع يمكن بافضل حتى مما ظهرت عليه شرم الشيخ هيبقى فيه مشكلة بالنسبة للمصر انت بتعمل حاجة وجايب كل رؤساء العالم وجايب كل الناس والخبراء وفي نفس الوقت انت ما بتعملش بتنفس هذا الموضوع عشان كده الـ 14 مدينة وهم في الحقيقة مش 14 انت بتتكلم كمان على فيه مدن توقم هتبقى موجودة يمكن هتوصل لـ 37 مدينة في الفترات القادمة وكل ده هتتعمل بنظام المدينة الزكية الخضراء المستدامة وكل دي صفات المدن الجيل الرمح وكأن الأخضر هي كلمة السر في يعني فترة القادمة الاقتصاد الأخضر ازاي حيدعم التوجه الاقتصادي في الفترة القادمة مع المدن الخضراء الوضع هيختار خلينا اقول لي حالي حالي حاجة أولا الاقتصاد الأخضر ده هو يمكن مصطلح لسه حديث جدا اصطلحته لأمم المتحدة فيه فترة من الفترات على أساس ان هو الصناعة في حد ذاتها ممكن تسبب نعم المخاطر والتلوث البيئي بشكل كبير فبالتالي لازم يبقى فيه حاجة اسمها الاقتصاد الأخضر اللي هو أولا يوفر رفاهية معينة بالنسبة لي المواطن ويوفر له دخل مناسب وفي نفس الوقت لا يلاوس البيئة ويقلل من المخاطر اللي بتبقى موجودة وكمان يبقى فيه حاجة لها اللي هي تربط الإنسان بالأرض اللي هو موجود فيها بدون ما يحس ان هو فيه حاجة بتأثر على صحيته ولا الكلام ده كله فبالتالي الاقتصاد الأخضر هو نوع من المهم طبعا فيه برضو نقطة تانية اشتراط اللي هو تنسيق الحضاري او جهاز التنسيق الحضاري لبعض المدن خصوصا الجديدة انها لا يقل فيها نصيب الفرد الواحد عن 15 متر مسطح والمدن القائمة عن 800 متر مسطح بس عشان تتخيالي هو ايه الشفت اللي ممكن يحصل القاهرة الآن تقريبا 0.3 او 3 من 10 متر مسطح لكل مواطن فلما يرتفع هذا الأمر في مدينة زي القاهرة اللي 8 متر مسطح والمدن الجديدة اللي موجودة حواليها ل15 متر مسطح انت بتخيالي الفرق دي طبعا مهول جدا يعني كل تأكيد طبعا من رشك رحاضي شكرا جزيلا شرفتنا ونورتنا بكتور سعيد حسنين استشاري التخطيط العمراني شكرا جزيلا لك فان اهلا بك فان